كان فيه صورة تم تدولها بعدها بشوية وأعتقد دي كانت بعد مرضك أنت تقدري توضحي كانت في مصيف أو مع عبد البصد حمودة الصورة دي التعليقات اللي عليها زعالتك بصي كنا في المصيف فعلاً وتصورت عادي في عز مرحلة الألاج الكيميائي اللي هو الواحد يبقى فيه متنفخ جداً بصوته تعبانة شعاره يعني كل الأعراض لفترة دي اللي أنا كنت بحاول ما تصورش فيها وحصل لأنا تصورت لما نزلت الصورة طبعاً أنت عارفة في مواقع للأسف أو أشخاص أو مواقع اللي هو شاهد كيند علوش شكلها بعد ما اكتسبت مش عارفة إيه الوزن مش عارفة إيه شكلها والناس تقلق وحشت ليه وحصل لها إيه وليه كده وأهملت نفسي ده بقى قولك الكلام وهو عمر سايبة كده ليه يعني الموضوع مش يخص كان فيه تنمر حقيقي يعني كان فيه حقيقي تنمر وكان فيه كلام قاسي وكان فيه كلام مش لطيف وفيه ناس لما شافوا الصورة انتشرت أوي قالوا لي لكن ده ما تحط الصورة وتقولي يا جماعة اللي انتوا عملين تقولوا كذا 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 ما أنا عندي كذا عشان بدل ما انتوا تعودوا قلتوا لا 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 أنا مش هخلي ناس بتتكلم بشكل وحش في لحظة هي بسيطة هي قرروا يصدروها يطلعوها على السطح وينشروها ويتكلموا عنها بشكل وحش مش يخليهم يغيروا لي مصار حياتي او مش يخليهم يهزوا لي ثقتي بنفسي او مش يخليهم يخلوني أخد قرار في حاجة أنا ما كنتش معتبرة ان التوقيت المناسب لها دلوقتي فهما قصدي فت اديقت أكيد ما كنتش مبسوطة عشان أنا كنت أصلا شخصيا مش مبسوطة من شكلي يعني فهما قصدي وأنا لسه أنا بتكلمك دلوقتي أنا ما خلصتش أنا لسه أنا قصدي أنت لسه في مراحل العلاج أنا برضو لسه عايزة خس ولسه عايزة أهتم بلفسي اللي أنا قصدي علي أنه مهما كان الإنسان متفائل وقوي إلا أنه تعليقات سخيفة من الناس توجعوا ومش بس تحزنوا هي ممكن تأثر على حاجة أكبر بكتير بصي الموضوع ده علمني حاجة من ضمن الحاجات الكتير اللي علمها لي الموضوع ده نبطل نستسهل الحكمة على الناس نبطل نستسهل إن إحنا نرمي كلام ما نعرفش إحنا ما عدناش باللي عد يعني يعني ما نعرفش قصص الناس أنا لما أشوف مجرد صورة وعد أشتم وأقول وأخترع قصص ونشر وأعمل أنا مش عارف الشخص اللي في الصورة أو اللي في الفيديو اللي انتشر أو إلى آخره هو جاي منين ولا بيعدي بإيه ولا في واحد ممكن يكون النهاردة يقولك الممثل ده تعصب على الناس وقال طب أنت عارف أو مش ممثل يا ستي أي إنسان الدكتور ده الأين كان إحنا ما نعرفش كل إنسان فينا فيه ورائك يعني الصورة اللي قاعدوا يترياءوا فيها عليك ويقولوا كلام قاسي على أي حد أنت كنت في عز مرحلة العلاج خرجة من عملية الكيمياء ويمؤثر على شعرك جاء جسمك مليان مياه وهم عملين ينظروا على شكل الفنانة دي بصي واجعني زعلت عشان بقولك أنا كنت أنا شخصيا متضايقة كنت أنا قبل ما هم يقولوا أنا متضايقة من متضايقة من 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 السايد أفاكت أكيد السايد أفاكت صعبة بتاعت العلاج بلاس لنز بقولك كنت كان عندي أكيد أوفر ويت وأنا لسه عندي أوفر ويت يعني أنا ما مخلصتش محتاجة مش حد محتاجي برر للأوفر ويت على فكرة ليا مش للناس أنا ليا عندي أوفر ويت عشان أبقى مرتاحة لسه مخلصتش مش مهم مش مهم ايوا بس أنا قصدي في وقتها أنا كنت شايفة ده فلما الناس قلتوا آه أكيد تعبني بس زعلني بس خلاني أقول أخلاني أتعلم أنا أن أنا محكمش على حد عشان أنا أكيد بحكم على الناس لا هو مهم المفارقة دي أنه ياريت كل واحد رزع تعليق كده النهار ده وبعد المقابلة دي شوف قد إيه هو كان قاسم قد إيه هو كان قليل الرقفة واحدة بتمر بمرحلة صعبة جدا ومختارة أنها ما تقولش ومن حقك أنك تختاري الصمت أو البوع خليه نجع نفسه أو إلى أي مدى هو فخور بالتعليق اللي كان رزع في الوقت ترجمة نانسي قنقر